هذه أبرز العناوين عموتا يخطف مدربا من البطولة المغربية لمساعدته في تدريب الجزيرة الإماراتية لا يصدق براهيم دياز يخرج بتصريحين مفاجئين عن رحيله عن ريال مدريد واستهم يعرض نيف أكرد على نيس الفرنسية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عموتا يخطف مدربا من البطولة المغربية لمساعدته في تدريب الجزيرة الإماراتية أعلن فريق رشاد بارنوسي لكرة القدم عن رحيل مدربي عازز الكراوي عقب توصله بعرض من نادي الجزيرة الإماراتية ودع الفريق المذكور مدربه الكراوي بعد توصله بعرض من نادي الجزيرة وكشفت الصفحة الرسمية للفريق عن مغادرة المدرب المذكور للفريق لشغل منصب مصاعد المدرب الحسين عموتا في تدريب الجزيرة الإماراتية وقال فريق رشاد في تدوينتها جاءت هذه المبادرة بعد طلب الإطار عازز الكراوي إعفاءه من مهمته كمدرب للفريق الأول للنادي بعد توصله بعرض من نادي الجزيرة الإماراتي رفقة الإطار الوطني حسين عموتا وزدق قائلا بهذه المناسبة يتقدم رئيس النادي أصرات عن نفسه ونيابة عن كل مكونات النادي بشكر والامتنى للإطار عازز الكراوي على ما قدمه من خدمات جاللة للنادي وتتمنى له حظا جيدا في مهمته الجديدة لا يصدق براهيم دياز يخرج بتصرح مفاجئ عن رحيله عن ريال مدريد حسم صانع الألعاب الدولية المغرب براهيم دياز مستقبله مع فريق ريال مدريد الإسبانية بعد انتشار شائعات مؤخرا حيال رحيله عن الفريق الملكي في نفدة الانتقالات الصيفية للعام الجاري والتحدث توسائل إعلام عن رحيل محتمل لدياز بعد صفقة الهجوم القوية التي أبرمها ريال مدريد هذا الصيف غير أن دياز أطلق بعض تصريحات الصعوفية التي حسم خلالها مستقبله مع ريال مدريد على الأقل هذا الصيف حيث أغلق أبواب التكهنات وحسم الأمر تماما في تصريحة نقلت شبكة MSN يوم السبت وقال دياز عن مستقبله مع الميرنجي أنا السعيد لكوني لاعبا في ريال مدريد اللاعبون العظماء يأتون إلى هنا دوما إنه ريال مدريد الذي أتحدث عنه ولذلك يجب أن يضم أفضل اللاعبين في العالم علينا أن نعطي كل جهدنا يوميا للنادي وأضف اللاعب المغربي الموسم المقبل سيكون بحال أفضل كل لاعب في فريقنا سيحاول تقديم مستويات أكبر من الموسم الماضي سنحاول جميعا تحقيق إنجازة كبرى من التي حققناها الموسم الماضي وفسرت واستئل إعلام إسبانية تصريحة إبراهيم دياز بأن اللاعب مستمم على البقاء في صفوفيريا المدريد والمنافسة على مقعد في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشروتي للموسم المقبل رغم اكتضاد الفريقي بنجوم هجومي كتور وكانت أندية أوروبية رائدة قد حاولت التعاقد مع دياز هذا الصيف منها تطنهم الإنجليزي وأسلمان الإيطالية بل الأكثر من ذلك فإن التقارير الصعفية قد قالت بأن نادي من الدورة السعودية قد قدم عرضا ضخما لإبراهيم دياز يقدر بمئة مليون يورو لكن اللاعب المغربي فضل البقاء مع فريق ريال مدريد ولعب إبراهيم دياز الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد 44 مباراة سهم خلالها في 21 هدفا لفريقها كما توجه مع الفريق الملكي بثلاثي القاب ويستهام يعرض نيف أكراد على نيسا الفرنسية كشف التقارير الإعلامي الفرنسي عن عرض قدمه نادي ويستهام يونيتد الإنجليزي إلى فريق نيسا الفرنسية يقضي بانتقال الدولي المغربي نيف أكراد مقابل التوقيع للمدافع جان كيرتو ديبو وحسب موقع فوت ملكاتو فإن الفريق الإنجليزي يسعى لضام تيديبو مدافع نيسا حيث قدم عرضا بقيمة 35 مليون يورو إلا أن إدارة الفرنسي لم تقتنع بعرض المطارق وفق المصدر النفسي فقد قدم نادي ويستهام عرضا للفريق الفرنسي مفاده استبدال المدافع كورتزوم بالإضافة لمبلغ من المال مقابل الحصول على تيديبو الأمر الذي لم ينجو منه نيف أكراد الذي لم يكن من الركائز الأساسية للنادي اللندونية خلال النصف الثاني من الموسم الماضي يذكر أن الدولي المغربي التحق بنادي ويستهام صيف عام 2022 إذ حقق لقب دور المؤتمر الأوروبي خلال موسمه الأولى تحت قيادة المدرب الإسكوتلاندي ديفيد مويس حاكم زياش يتلقى عرضا مغريا من نادي خليجي يشغل مستقبل النجم المغربي حاكم زياش مع قلط الصراي حيزا كبيرا من اهتمامات الصحف التركية والعربية في الأوينة الأخيرة وذلك بعد تلقه عرضا مغريا وكبيرا من نادي خليجية لم يتم الكشف عن هويتها وأشرت صعيف التكفيم التركية لأن وكيل أعمال حاكم زياش عقد الشماعا مع مسؤول قلط الصراي حيث أبلغهم برغبة موكله في الرحيل بعد تلقه عرضا مغريا من نادي خليجية وطلب وكيل زياش من إدارة قلط الصراي تسهيل عملية رحيل اللاعب خلال المركات الصيف الحالي ومناقشة العرض الذي تلقاها حيث من المقرار أن يحصل النادي التركي على ما يقارب 7.5 مليون يورو مقابل تسريحها ولا يمنع مدرب قلط الصراي وكمبوروك في رحيل حكم زياش خلال الانتقال الصيف الحالي في حال توفقت جميع الأطراف على الشروط وانضم الزياش إلى قلط الصراي في يونيو 2023 قادما من تشيس الإنجليزية ووقع عقدا لمدة موسم واحد قبل للتجديد وعلى الرغم من معاناته من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا إلا أن حكم زياش نجح في إنهاء موسمه مع قلط الصراي بشكل إيجابي حيث سهم بشكل فعال في حصول النادي على لقب الدورة التركية نادي سعودي يفاوض صاري بدلا من مرطاء تستمر التقرار الصعفية في ربط اسم الدولية المغربي ومهاجم فريق إشبيلي الأسباني يصفان صاري بالعديد من الأندية خلال المركز الصيف الحالي وذلك بعد المستوى الذي بصم عليه رفقة النادي الأندلسي خلال الموسم الماضي وأكدت التقرار ذاتها أن نادي القادسي السعودي طلب من فريق إشبيلي الأسباني معلومات عن الدولية المغربي يصفان صاري بعد تعطر صفقة انتقال ألفارو موراطا إلى الفريق السعودي كما أوضح المصدر ذاته أن القادسي يبحث عن مهاجم جديد بعد فشله في التعاقد مع ألفارو موراطا لعب أتليتيكو مادريد موشيرا إلى أن النادي السعودي سيحاول تقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو من أجل ضم يصفان صاري مبرزا أن فنربخش التركي بدوره مهتم بالتعاقد مع اللاعب المغربي غير أنه متوقف عند عرض بقيمة 15 مليون يورو وبدوره شد الصعوف يارودي غاليتي خلال تدوينة نشرها على العساب الشخصي بمنصة إكس أن القادسي السعودي يسعى للتعاقد مع المغربي يصفان صاري خلال الانتقالات الحالية وكانت صعيفة واصل إسبانيا قد كشفت الأيثنين المنصر من أن نصيرب تقريبا من الانتقال إلى الدورة التركية عن طريق صفقة تبادلية بين إشبيليا وفنربخش التركية وأصبحت الوجهة الكروية الجديدة لنجم فريق إشبيليا الإسباني مع حط اهتمام المتابعين للشأن الكروي إلى سيام مع اقتراب رحيله في الانتقالات الصيفية الحالية يشار إلى أن عقد المهاجم المغربي مع الفريق الأندلوسي يمتد حتى صيف 2025